لم يثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين عند فطره جاء ذلك جملة من الحديث وقد ذكر مصنب بعضها أما حديث أنس بن مالك فقد جاء قد رواه الطبراني في كتابه الدعاء من حديث داود بن الزبرقان عن عمران بن داور القطان عن قتادة عن أنس بن مالك وداود بن الزبرقان متروك الحديث وهو منكر وقد تفرد بهذا الحديث وأما حديث عبد الله بن عباس فيرويه عبد الملك بن عن ترى عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس وأيضا إسناده منكر وأما حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله فقد رواه ابو داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن مقفى عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره ذهب الضمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وهذا أمثل شيء هذا أمثل شيء تفرد به الحسين بن واقد عن مروان بن مقفى عن عبد الله بن عمر ومروان هو قليل الحديث وبعضهم يعله وبعضهم يعلوا به لكنه أمثل شيء جاء في هذا الباب وأما بالنسبة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فجاء في ذلك بعض الآثار ولا تخلو ولا تخلو من ضعف نعم